كده احنا النهاردة يوم السبت 17 شوال سنة 3 هجريا 700 مقاتل من أهل المدينة مع سيدنا رسول الله بيدفعوا عن بلدهم وعن عقدتهم من هجوم 3000 مقاتل من المشركين اللي جايين ينتقموا النبي صف الجيش وبعدين صلى الله عليه وسلم طلع السيف بتاعه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فكل الصحابة طلبوا والنبي يقول لهم لا مش انت لا مش انت لغاية مقام أبو دجانا الأنصاري وقال يا رسول الله وما حقه فقال ألا يفر وأن يقاتل به حتى ينثني فأمواخد السيف سيدنا أبو دجانا وربط العصابة بتاعته الحمراء وكانت عصابة يعني زي بندانة كده بيربطها لما بيخش في الحروب الكبير ولما النبي صف الجيش عليه الصلاة والسلام شاف كده زي ثغرة في أرض المعركة إن الجبل الكبير أحد علي منا وده مسافة كبيرة جدا لو حد لف من وراء صعب جدا يمكن ياخد عدد كبير جدا من الساعات مرهق للجيوش لكن فيه جبل صغير قد التل كده تسمى بعد كده تل الرما ممكن حد إن المشركين يلف من وراء الجيش فوقف عليه خمسين رامي بالسهم بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير وقال لهم كلمتين في منتهى الوضوح قال يا عبد الله أنت واللي معاك أنبل عنا يعني ارمي بالنبل بالسهم عنا لا نؤتين من قبلك إيه وحد يلف من وراءك إن كانت لنا أو علينا فلا تنزل وأم أيله لو رأيتمونا انتصرنا ونجمع الغنائم فلا تنزل ولو رأيتمونا انهزمنا ونزلت الطير تأكلوا منا ومن رؤوسنا فلا تتبعونا كلام ما فيش وضوح بعدك إذا أنتوا زي منتوا لغاية ما نقول لكم نزلوا صف النبي الجيش عليه الصلاة والسلام وبعدين أبو سفيان عمل كذا حاجة وهو بيقود جيش المشركين بعت الأول زي مرسال كده للأوس والخزرج وقال ما جئنا لقتالكم إنما أردنا أولاد عمومتنا إحنا مش جايين عشانكم يا أهل المدينة حتى لو مسلمين إحنا جايين للمهاجرين اللي مشوا من عندنا اللي هم أولاد عمنا فأسمعوهما يكره يلا من هنا إحنا مع بعض كأننا إيه لحمة واحدة وبعدين تقدمت هند بنت عدبة اللي هي مرات أبو سفيان بالدفوف هي والنساء تشجع المشركين وبعدين أبو سفيان أم آي اللي بني عبد الدار اللي هم مسكين اللواء اللواء ده زي علم كبير كده ولو اللواء ده تحرك الجيش بيتحرك معه لو سقط على الأرض معناها هزيمة الجيش فقال لهم يا بني عبد الدار أنتوا كنتوا مسكين اللواء السنة اللي فاتت في بدرة وتهزمنا نوين على إيه فقالوا والله لا نفر يا أبا سفيان إحنا المرة دي بقى الغيز حاجة تانية خاص والمرة دي هتبدأ الحرب بالتحام الجيشين من غير مبارزة في الأول بتقدم جيش المشركين جيش كبير جداً 3000 واحنا 700 بندفع عن بلدنا من الهجوم ده وفي مقدمة جيش المشركين فارس شديد الشراسة اسمه طلحة بن أبي طلحة العبدري وده من بني عبد الدار شايل اللواء وداخل على الحرب راكب ناقة كبيرة جداً شكله مرعب فتقدم ليه سيدنا الزبير ابن العوام وقفز قفزة وهو كان مشهور اللي يقرف سرته إنه كان بينطع علي وجابه من فوق النقا بتاعته وقتلوا وسقط اللواء طبعاً جري حد تاني ما بني عبد الدار شايل اللواء بسي اللواء سقط قدام الجميع وبدأ يحصل التحام الجيشين وسيدنا الزبير بيقول أنا كنت بالي مشغول بحتة أبو دجانا اللي النبي رفضي الدين السيف بتاعه وأنا ابن عمته وده الأبو دجانا ما يعمل إيه بقى في الحرب فقال فظللت أرقب أبو دجانا فإذا هو يشعر يقول شعر أنا الذي عاهدني خليلي صلى الله عليه وسلم ونحن بالسفح لدى النخيلي ألا أقوم الدهر في الكيولي الكيول اللي هي مؤخرة الجيش أضربه بسيف الله والرسولي بيقول لقيته بيشق صفوف المشركين وأنا وراه هو عمال يشقها يشقها ما بيسبش حد في طريقه وهو بيدافع عن جيش المسلمين لغاية ما يوصل للنساء وسأله هو أنت ليه لما وصلت للنساء رجعت قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن قتل النساء أو الأطفال زي ما هجيلك بعد كده في قواعد الحرب اللي النبي علمها له صلى الله عليه وسلم عايز أفكرك بحاجة عايز أفكرك أن ده جيش ثلاث أضعفنا أو أكتر بيهجم على بلدنا وكل اللي انت شايفه من البطولات دي هي ناس بتقول يا رب عايزة تعبد ربنا وأهم آية في دعوتهم أدعو إلى سبيل يا ربك بالحكمة والمعيذة الحسنة ولا إكراها في الدين ودول مش سابلهم في حلهم وساعتها بتظهر بطولات الرجال والنساء اللي بتسند دعوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوت ربنا وبيظهر ساعتها الضعيف المنافق اللي وقت الجد ما بيشلش بكتافه الحرب كانت طاحنة حرب أحد وأنت لو ما عندكش حرب في بلادك وعايش في الأمان لعندك حرب على الأوطان ولا حرب على الأديان احمد ربنا وخلي جهادك تحت تعريف العلمة الجهاد هو بذل المجهود لتحقيق المقصود فلو ما فيش حرب فيه ميادين كتيرة تقدر تحارب فيها لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد قوي وعضلات فالصحاب قالوا يا لو ده بيحارب معانا لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم بينور لهم حياتهم وفكرهم تجاه الجهاد قال لو كان خرج من بيته اللي انت شايفينه في الشرع ده لو كان خرج من بيته يسعى على نفسه ليعفه عشان ما يمدش له له حرام فبيشتغل فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين بيصرف على أهله فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على ولد صغار حتى يطعمهم فهو في سبيل الله فانت اللي بيذاكر واللي بيشتغل واللي بتربيه وأي حد بيعمل حاجة نافعة بيفذل فيها مجهود لتحقيق مقصود الله يحبه ويرضى عنه ورسوله هو ده الجهاد في سبيل الله بتعريف العلماء لا علماء ايه ده بتعريف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النور حاجة تانية شفت الحرب المنافقين الجوبة ناجيريو ازاي المواقف بتبين المعادن والهزات اللي زي دي ابتلاء الابتلاء يعني موقف يظهر الحقيقة اختبار موقف يظهر الخبر فالاختبارات والابتلاءات دي بتبين حقائق مهم انك تشوفها عشان كيرا باستغربش تحصل اختبارات اولا تبين لك حقيقتك انت جدع ولا بس كلام بتراجع الصفة دي في نفسك اللي حواليك هيقف جنبك ولا بس كده حبيب علقها ولكن وقت الجد ملاقيش حد جنبي مهم بس بقدور على نفسك الاول في المواقف اللي زي دي قال انا زي ما انا بقول وبتدعي ولا انا محتاج اراجع قيمي في الاختبارات طلعت اقل من تصوراتي عن نفسي ترجمة نانسي قنقر